السلام عليكم طلاب طب الأسنان ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور علي إبراهيم من مملكة طب الأسنان وإن شاء الله اليوم نحن نكون إياكم بشرح اللكتشر الثاني من محاضرات سلسلة الكارديووسكول الدزيزز أو أمراض الدورة الدموية اللي لكتشر اليوم بعنوان الهارد فيلر أو اللي هو فشر القلب رح نبتدي مثل المحاضرات السابقة نتعرف على الأبجكتفز أو هي الشغلات اللي لازم نتعرف عليها في هذا اللكتشر أول شيء إحنا لازم نتعرف على فشل القلب أو فشل العمل أو الوظيفة من القلب يعني أعرف بالضبط وأفتهم آني كطبيب قبل كوني كطبيب أسنان شنو هو بالضبط فشل القلب كذلك أطلع على العلاج الطبي اللي فشل القلب وأشوف شنو هي الحلول ما الأنواع الفشل كذلك أنا كطبيب أسنان يهمني أعرف تفاصيل طريقة التعامل مع مريض فشل القلب في حال زارني بالعيادة واللي هو يعتبر أهم جزء من المحاضرة إن هو الخريطة اللي رح أشتغل عليها بالعيادة هارد فيلر يلي هو اختصارة HF فشل القلب أيضا كونجستف هارد فيلر أو اختصارة CHF يلي هو شنو؟ فشل القلب الذي يتسبب بالاحتقان احتقان شنو؟ أنا اللي أعرفة من مادلة الفسلجة إنه عندي دورة دموية وعندي هنا القلب بالنص الوظيفة مالتا هو أنه يشتغل مضخة يضخ القلب يضخ الدم يمشي داخل الدورة الدموية ولكن إذا هذا القلب فشل بهاي الوظيفة لأي سبب من الأسباب شرح ينطيني؟ رح ينطيني ركود ركود يعني شنو؟ يعني تجمع سكون بحركة السوائل يتجمع بالأطراف مثلا بالريئتين بالكلة باليدين بالقدمين فرح ينطيني ما يعرف بالكونجيسشن اللي هو الاحتقان زين دفايند باي اي سي سي اي اتش اي اللي هي هاي المنظمة عرفت على أنه هو مجموعة من العلامات السريرية هو متلازمة ليش متلازمة؟ لين قلنا هو رح يأثلي على جريان الدم والدم يجري لكل الأعضاء فرح يأثلي على تقريبا الكثير من الأعضاء فبالتالي يسمى syndrome إن هو رح ينطيني أعراض بمختلفا حاجز يعني شنو السبب اللي ممكن يكون وراء هذا الفشل؟ يا ما فشل تركيبي أو فشل وظيفي في شنو؟ في الكارديك في القلب impairing the ability of the ventricle to fill يعني ش رح ينطيني هذا الفشل؟ ممكن يمنع القلب من أنه يمتلئ بالدم أو eject بلات فإذاً هو يأما فشل to fill إلى أن يمتلئ بالدم القلب ما يقدر يمتلئ بالدم أو ما يقدر eject ما يقدر يضخ الدم فإذاً عندي أما فشل في ال diastole فشل في الارتخاء أو فشل في السيستole فشل في الانقباض leading to blood output being insufficient فبالتالي معدل ضخ الدم غير كافي ليلبي احتياجات الجسم فضخ الدم من القلب ما يلبي احتياج الجسم أقل من احتياج الجسم كابريفيلنس كانتشار فشل القلب يمثل واحد إلى ثلاثة بالمية من شريحة السكان العامة general population يعني من بين السكان بشكل عام واحد إلى ثلاثة بالمية عندهم فشل القلب وبين الأشخاص الألدرلي كبار سن عشر بالمية عندهم فشل القلب يعني نعرف أنه الألدرلي كلما تقدم الشخص بالعمر كلما زادت عوامل الخطورة أنه يصار عنده فشل القلب كذلك البروغنوسس اللي هو توقع الطبيب لنتيجة المرض بور سيء ليش؟ لأنه تقريبا 25% إلى 50% يعني ربع إلى نص من هذول الأشخاص اللي عندهم فشل القلب بش رح يصير بيهم؟ Die within 5 years رح يموتون خلال 5 سنوات لهذا يعرف أنه شنو أنه مرض فشل القلب عنده بور بروغنوسس توقع سيء زين أريد أجي أطلع على الأسباب شنو هي ميكانيكيات حدوث فشل القلب Heart failure is a symptom complex فإذا قلنا هو مجموعة من العراض المعقدة لأنه رح يأثلي على مختلف أنحاء الأعضاء في الجسم That is caused by many diseases اللي تتسبب به العديد من الأمراض مثل شنو هاي الأمراض؟ عندي ischemic heart disease اللي كان موضوع الليكتشرز الصادق اللي هو شنو عندي اختناق بعضرة القلب فماكن عندي ضخ فماكن عندي دم كذلك عندي congenital heart diseases اللي هي الولادية التشوهات الولادية عندي hypertension ارتفاع الضغط من الدم عندي pulmonary hypertension اللي هو ارتفاع الضغط في pulmonary artery اللي هو يطلع من right ventricle من البطين الأيمن إلى الريعتين عندي هنا ارتفاع بالضغط فالقلب لازم يضخ دم بقوة أكبر على ما يتغلب على الضغط هنا فممكن يفشل في هذا التغلب فيصر عندي فشل في الوظيفة مع القلب ممكن يصر عندي pulmonary embolism يصر عندي جلطة داخل الشراين في الرئة في الرئة نفسها كذلك ممكن يصر عندي myocarditis يصر عندي ضرر بالعضلة مع القلب نفسها مثلا يصر بها التهاب أو يصر عندي infective endocarditis اللي هو رح نحكي بالتفصيل باللكترات اللاحقة اللي هو التهاب نتيجة وجود عدوى عندي مثلا بكتيريا أو عندي فطريات في البطانة في البطانة مع القلب كذلك عندي cardiomyopathies اعتلالات في القلب عندي كذلك elvalvular heart disease اللي هو أمراض في الصمامات تفشل تركيبيا أو وظيفيا كذلك عندي من الأسباب العامة هو endocrine diseases يلي هي أمراض الغدد الصماء اللي قلنا هي راح تأثلي على النشاط الحيوي مع الجسم مثلا عندي thyroid gland عندي pitotary gland عندي adrenal gland chronic anemia اللي هي الفقر فقر الدم المزمن اللي يأثلي عن نسبة الأكسجين الواصلة إلى الأنسجة وكذلك الأريضمية اللي هي فشل في عضلة القلب في أنه تنطيني نشاط كهربائي أو إيقاع منتظم في الضربات من القلب يعني هو فشل في التخطيط فشل في الإبقاع على الإيقاع الثابت في عضلة القلب زي نفسنا نجي نصنف التصنيف مال فشل القلب اعتمدوا تصنيفين التصنيف الأول اللي هو AHAACC رح يصنف الفشل القلب إلى أربع ستيجات وهذا الفشل يستند أو هذا التصنيف يستند على الفاكت ذات هارد فيلر إز بروغرسف يعني يعتمد على أنه ما أقدر آني أخلي كل مرضى فشل القلب في نفس الخانة فعندي واحد أخلي بالخانة الأولى اللي هو أخف خانة بعدين تزداد الحدة بعدين تزداد بعدين تزداد إلى حد ما توصل إلى مرحلة يعني بحيث ماكو أي علاج يفيد إياها فالمرحلة الأولى أو الستيج أي هنا المريض شنو عنده عنده عوامل الخطورة شنو هي عوامل الخطورة إنه هو مثلا كبير في السن إنه هو مثلا يأكل داية مالتا عالي في الدهون عالي في الأملاح عنده حياته بها هو يتوتر هو يسترس عنده يعاني من السمنة يعاني من الأمراض الثانية مثلا السكري الضغط فهنانا هذا الشخص شنو عنده عنده عوامل الخطورة ونعرف إنه تختلف عن العوامل المسببة لأن فقط تزيد من خطورة حدوث المرض ولكن هي منافسة تسبب المرض زين فإذا شنو عنده عنده بس شي يقول لك يعني من دا أجي أسوي أشعة عمال القلب أشعة عمال الصدر أشوف إن القلب مالتي طبيعي يعني ما بي أي اختلالات هنا نشوف هذا وهو تضخم في البطين الأيسر هنا لش يتضخم على مودي يكون عندي كتلة عضلية أكبر الضخ كمية أكبر من الدم في الأبهر هذا يكون كتكيف لفشل القلب فمن يتضخم عندي البطين الأيسر أعرف فلما أحتي عن الستيج A عندي فقط عوامل خطورة ما كو عندي تضخم بالبطين الأيسر بينما الستيج B عند عوامل خطورة وعند تضخم فمعناها عند فشل القلب ولكن ما عندي أي أعراض فهذا الشخص ما يشكي من أي أعراض يعني ممكن أني أكتشف هذا تضخم عن طريق مثلا هذا الشخص تعرض للحادث مثلا وتأذى بصدر فسويت لشنو أشاعة ما تصدر فشفت أنه عند تضخم بها المنطقة يعني بشكل فجائي أو بشكل عرضي اكتشفت أنه عند هذا تضخم بينما المريض ما يشكي من أي أعراض ستيج الثالث عند أعراض وعند كذلك يعني عند عيب تركيبي في القلب تكون قاسية كلش ما تشتغل بشكل طبيعي عند مثلا ثقب بأحد جدرام القلب عند مثلا شريان مكان شريان آخر فهذا مثلا نقدر نصنف من ضمن الاعتلالات الخلقية مال القلب فالستيج سي من نبدأ نشوف الأعراض فلما تبدأ الأعراض تظهر على نصنف هذا الشخص كستيج سي الستيج دي عنده كل هذول بس شنو بي هو وصل إلى حالة الرفراكتوري شنو يعني رفراكتوري يعني ما كو أي علاج أنطية وتتحسن حالته فإنه فإنه في حالة اللارجع عندي التصنيف الثاني المؤسسة الثانية اللي هي الـ NYHA New York Heart Association قسمت الفشل من القلب حسب السيفيري حسب تأثير فشل القلب على حياة المريض مثلا الـ Class 1 اللي هو إخف واحد شي يقول لك عندك No Physical أو No Limitation أو Physical Activity يعني يقدر كل شي يسوي يعني كل أنواع رياضات يسوي وإذا كانت Activity مالتا النشاط مالتا الطبيعي يعني النشاطات اللي نسويها كل يوم ما كو عندي أي أعراض أو أي علامات فهذا الشخص النشاطات مالتا الرياضية الطبيعية وما عنده أي أعراض ولا عنده أي علامات الكلاس الثاني شنو عنده Physical Activity النشاط الرياضي مالتا يتعب فعنده slight limitation شوي يتعب بينما قلنا الأول لعب رياضة وتمام ولكن لما نيرتاح لما نقعد مثلا ترجع حالة الطبيعية يعني هو من يسوي رياضة يتعب ومن يقعد يرتاح خفيف ولكن بالكلاس الثري كان كلش قوي يعني ميقدر ميقدر مثلا هذا الشخص ميقدر يمارس الرياضة بشكل طبيعي كلاس العراض موجودة في حالة الراحة يعني هو مرتاح ما دي يسوي أي شي وعنده عراض وإذا سوى رياضة العراض مالتا تزيد فيعني هو هو مرتاح عنده عراض ومن يسوي رياضة أو من يسوي أي نشاط أو جهد عضلي تزيد عنده سوء هاي العراض عنا مصطلحين لازم نفتهمهم يلي هي compensated وdecompensated compensated يعني فتشي صار وعوضنا شن يعني عوضنا يعني compensated heart failure is used when neurohormonal responses eliminate the symptoms يعني عندي ردود فعل داخل الجسم سواء من العصاب سواء من الهرمونات يعني أجهزة الجسم العصبية والهرمونات تخفف من أعراض أو في بعض الأحيان eliminate تقضي أو تقصي العراض مع الفشل القلب فهنا عوضت الفشل مع القلب سواء compensation على ما ديش نسمي compensated heart failure يعني معوض يعني فتشي خففنا من العراض مالت المصطلح الثاني decompensated الغير معوض هو شي يكون ليكون symptomatic ليكون موجود الأعراض مالت يلي هي shortness of breath الاختناق يلي هي التعب يلي هي القحة يلي هي النبضة السريعة مالقلب يلي هي عدم القدر على النشاطات العضلية الساينز والسيمتمز يلي هي العلامات والأعراض السيمتمز يلي هي الشغلات اللي المريض يحس بيها الساينز يلي هي آني أشوفها من على المريض فمثلا الدزنيا يلي هي الاختناق shortness of breath فتيق يلي هي التعب يلي هي نتيجة الجهد العضلي ما يقدر القلب يوفر لي الدم والأكسجين الكافي على مودي يلبي احتياج هذه العضلات كذلك عندي الأورثوبنية أورثوبنية هي نفسها دزنيا ولكن شوكت لما يكون المريض في position تسمى recumbent recumbent يعني مستلقي على ظهري هنا هنه هذا الاستلقاء الشرح يصير هنا السوائل اللي هو الدم من القدمين يرجع لهنه على منطقة الصدر فرح يصير عندي الضغط أو load على القلب على مودي يشتغل على مودي يسوي تدوير لهذا الدم العائد من القدمين فبالتالي حيصير عندي اختناق ليش أنه هذا الدم رح يروح إلى الرئتين فرح يصير عندي صعوبة في التنفس وفي بعض وفي بعض الأحيان يكون كلش قوي هذا الاختناق بحيث يكون باروكزيزمل حاد أو مفاجئ نوكترنل ليلي ديزنيا فإذا هو اختناق ليلي حاد أو مفاجئ اللي هو الديزنيا أو الاختناق that awakens the patient from sleep يعني من ينام يرجع السوائل على منطقة الصدر يصنع عندي تلبد في السوائل هنا يحيط بالقلب يحيط بهذه السوائل تحيط بالقلب وتحيط بالرئتين بس نعندي صعوبة بالتنفس فالمريض يختنق والاختناق هنا يكون بشكل حاد بحيث المريض يقعد من نوم مخنوق فهي باروكزيزمل نكترنا ديزنيا كذلك هيظهر على شكل acute pulmonary edema اللي هي التجمع والسوائل هنا يكون تجمع حاد شوان يعني حاد يعني تظهر عليه العلاض على شكل كف قحة وكذلك progressive ديزنيا اختناق متدرج او اختناق ديزداد سوء كذلك يظهر على هذا المريض exercise intolerance عدم تقبل او عدم قدرة على التمارين الرياضية فمثلا ما يقدر يصعد على الدرج ما يقدر يتحمل اي تمارين او اي جهود عضلي وكذلك يكون عندي dependent peripheral edema اللي هو تورم في القدمين اكثر شيء خاصة لما الشخص يبقى واقف لفترة طويلة وكذلك ممكن يصنع عندي weight gain الشخص يزداد يزداد وزنه او increased abdominal girth اللي هو ازدياد محيط الخسر او محيط البطن بسبب تجمع السوائل او الاصايتس اللي هو انتفاخ الكبد بسبب تجمع السوائل داخل الكبد فحيصنع عندي انتفاخ بالكبد نتيجة تجمع السوائل في هذا الشكل فحيزيد عندي حجم البطن كذلك عندي right upper quadrant pain هذا التجمع مع السوائل بالكبد رح ينطيني ألم لين هو بأعصار تتحسس التمدد فهنا بمنطقة الكبد حيصنع عندي ألم ديجة هذا الألم شنو عندي عندي عنوركسيا اللي هو الفقدان الشهية نوجا غثيان vomiting قيء وكذلك constipation اسهال يعني حيصنع عندي كذلك انتفاخ قريب على الباول قريب على الأمعاب رح يظهر عندي ما يسمى بال cheney stalks respiration اللي هو نمط محدد من التنفس شي يصير بي يصير بي hyperventilation بهذا الشكل تنفس سريع وراها apnea تنفس سريع وقوي وراها apnea سكون وراها تنفس سريع يعني هو يعني هو تناوب تنفس سريع سكون تنفس سريع سكون during sleep خلال فترة النوم وكذلك يظهر عليه heart murmur يعني من داجي استمع إلى نبضات القلب أشوف ان عندي فد صوت خافت وصوفت غير مفهوم أو غير واضح يسمى بال heart murmur مثل واحد يستمع لكلام أشخاص من وراء حائط وكذلك يصير عندي increased venus pressure الضغط داخل الأولدة الدموية يزداد ليش؟ لأنه عندي هنا تجمع في السوائل تجمع السوائل والسكون في حركة الدم فبالتالي الحجم الدم هنا يزداد وبالتالي ضغط الدم هنا يزداد فحيكون عندي increased venus pressure بالإضافة حيكون عندي enlargement of cardiac silhouette يعني من دا أجي أخذ الأشعة مصدر chest x-ray رح يظهر عندي السلوائت اللي هو الحدود من القلب تظهر عندي متضخمة يعني شنو عندي قلنا قبل شوية أنه صار عندي left ventricular hypertrophy يتضخم في البطين الأيسر على مودي يتغلب على الضغط العالي وعلى مودي يتغلب على الفشل الموجود به على مودي يضخ دم كافي لإحتياج الجسم فرح يظهر عندي هذا تضخم هنا كذلك رح يصن عنده الشخص بالإضافة إلى هاي اللي هو التنفس اللي صاعد نازل شا حيصن عنده حيصن عنده ما يسمى بالpulsus alternance شنو يعني يعني irregular rhythm with alternating strong and weak ventricular contractions يعني الإقاع مالتنا طبيعي لسه هنا إحنا ما دخلنا بالألثمية ولكن الcontraction قوة التقلص ما للبطينات رح تزداد مرة تزداد مرة تكون ضعيفة فعندي تفاوت بالعلو ما للنشاط القهربائي للبطينات فرح يكون عندي اختلاف بقوة النبط اختلاف بقوة البلس كذلك هايظهر عندي the standard neck veins نتيجة تجمع السواعي اللي قلنا بالأولدة حيصن عنددي اتفاع مع الضغط في الأولدة وهنا هذا الضغط رح يسويلي شنو حيسويلي ضغط على إش الأولدة فبالتالي تنتفخ وتصير تظهر على هذا الشكل سيانوسيس اللي هو الزرقة في الجلد نتيجة قلة الأكسجين لان ما عندي دم كافي لان عندي فشل في وظيفة القلب في ضخ الدم لهاي الانسجة وكذلك يصنع عندي clubbing of fingers نتيجة التجمع المزمن للسوائل هيصنع عندي clubbing of fingers تشبه المضرب حتصير تقريبا الاصبع كلها نفس العرض بهذا الشكل زين نجي هسا الدياغنوسيس أو التشخيص الطبي شلون ديشخصون هذا الشخص أنه عنده فشل قلب heart failure is diagnosed clinically فإذا شنو نعتمد بالتشخيص على العراضي السريرية وكذلك chest radiograph على الصورة الشعاعية فنشوف بيها شنو cardiomygaly تضخم في القلب كذلك أممكن أسوي فحوصات عن طريق الإيكو كارديو جرام اللي هو مالصد الصوت أقدر أشوف عن طريق الإي سي جي تخطيط الكهربائي وكذلك البايو كيمستري يعني شنو عندي إنزيمات طالعة من القلب بالنسبة الإيكو كارديو جرام شا استفاد منه it determines the stroke volume شا تطلع لي تطلع لكمية الدم الذي يضخه القلب كمية الدم اللي يضخ القلب اللي هو stroke volume كمية الدم عند الضخ عند التقلص اللي هو amount of blood that exits the ventricles with each heart beat يعني كل نبضة شقد تطلع لدم وكذلك هسه هدا ال ventricles مترست بالدم ضخت وطلع عندي هذا الدم عندي حجم من الدم يبقى داخل البطاينات ما يسمى بال end diastolic volume شنو يعني يعني هو amount of blood committed them at the end of the diastole committed them عند انتهاء فترة التقلص و العفو عنده فتت انتهاء فترة الارتخاء هاي الفترة ما الارتخاء شقد انترست البطاينات بالدم مثلا هنا خنقول شو نقول مثلا هنا خنقول 100 مليلتر انضخ منها شقد طلعنا منها مثلا 70 بقى شقد بقى 30 فمنطلع الاجكشن فراكشن اللي هو الكسر الانقباضي او الكسر الكسر الضخ اللي هو كمية الدم اللي ضخناها على كمية الدم اللي كانت موجودة اصلا يعني شقد ضخنا من اصل هاي المية ضخنا 70 فرح يطلع عندي الاجكشن فراكشن الكسر ما الضخ يطلع عندي 70 بالمية وهو طبيعي عملته من 50 إلى 70 ولكن اذا صار عندي اقل من 40 هذا الاجكشن فراكشن اعتبر انه وصلت الى حالة الكاردياك فيلير وصلت الى الفشل الوظيفة مع القلب انه مايقدر يضخ حتى نص الدم الموجود داخل الفنتريكل يعني الفنتريكل ماقدر تضخ نص الدم الموجود بيها هنا نجي للمانجمنت اللي هو العلاج الطبي أنا كطبيب أسنان مثل ما قلنا قبل انه لازم نطلع على الاقل على هذا العلاج على موجود نعرف شنه تداخله ويا علاجي كطبيب أسنان فإذن على شنه أعتمد بالعلاج مالتي أعتمد على الستيج أعتمد على التصنيف مع الني ه يل هو اللي يصنف الفشل مع القلب على أساس شي قد يأثر هذا الفشل على الحياة اليومية مع البيان عندي الجنرال لين الخطوط العلاج الأساسية أنصح للمريض بإنه يرتاح لأن نعرف أنه الراحة تفيد الستيج 1 الستيج 2 الستيج 3 أسوي لك control of stress هس آن إش ده أسوي ده أقل من عوامل الخطورة ده أقل من خطورة المرض من ده أسيطر على العوامل الخطورة ده يسيطر على البرو نوسيس ده أحس من البرو نوسيس ما للمرض فمن ده أسوي control stress أقل ضغط الدن من ده أسوي control salt restriction يعني أقل الملح كذلك أخفف ضغط الدن وخفف المضاعفات مالته كذلك كذلك أعرف أنه هذا المرير عنده أمراض أخرى غير الفشل مالقل مثلا عندي hypertension عندي أنيميا أو أي سبب آخر أي مرض آخر أشتغل على علاج هذيش الأمراض وبالتالي أنا أضرب عصفرين بحجر واحد عالج الأمراض وخفف من عمام الخطورة مال فشل القلب زين شو ممكن ينطي الأبو القلبية أدوية ممكن ينطي angiotensin converting enzyme inhibitors A-C-E-I مثل منو مثل enalapril والزينopril شوف عندي تشابه بنهايات هاي الأدوية اللي نعرف أنه هي من نفس المجموعة زين هاي شو تسوي angiotensin converting enzyme inhibitors تشتغل على angiotensin converting enzyme زين هذا شي يسوي l-A-C-E l-A-C-E هذا يحول angiotensin 1 إلى angiotensin 2 angiotensin 2 هذا شي يسوي هذا angiotensin 2 يرتب البرسبتر مال وينطين vasoconstriction من نعرف قبل الhypertension من عندي vasoconstriction عندي عندي hypertension من عندي hypertension شنو عندي heart failure فبالتالي انا اش يسوي امنع هذا l-A-C-E امنع وجود angiotensin 2 فامنع الvasoconstriction وامنع الhypertension ممكن استهدف هذا الريسبتر ما استهدف ال-A-C-E استهدف الريسبتر من angiotensin 2 فامطي angiotensin 2 receptor blockers فاذا ادوية تغلق هذا الريسبتر مثل منوع مثل لوزارتان والفالزارتان تشتغل على الريسبتر هذا وتغلق او ممكن انطي ادوية مباشرة تنطيني فيزو داليشن تنطيني توسع لأوعيد دموية مثلا عندي azocerbiodinitrate وعندي الهيدرالازين كلها تنطيني توسع في الأوعيد دموية وبالتالي تخفف لمن ضغط الدم ممكن ينطي diuretics يلي هي مدررات مثل furosemide مثل speranolactone هاي شي تسوي تخفف تخفف الحجم مالدم بانه تصرف دم اكثر على شكل بول فحجم الدم يقل ضغط الدم يقل فبالتالي شنو عندي الhypertension يقل وبالتالي خفف الضغط على القلب والقلب يرتاح فيصر عنده يقدر يضخ دم بصورة اسهل زين هسا ديجوكسن يقول انه may be helpful when heart failure is associated with atrial fibrillation هذا ديجوكسن يساعد على تنظيم الايوانات اللي هي ضرورية في تقلص عذرة القلب يقول انه هذا ديجوكسن هيخفف من تقلص من عذرة القلب فيذن ينطيني اسراحة في القلب وينظم النبضات ليش انه مفيد اذا عندي atrial fibrillation اللي هو النشاط الكهربائي غير المنتظم للأذينات فهنا رح ينطيني تخفيف لي الفشل من القلب وكذلك تصليح للاطراب في النمط من تقلص الأذينات كذلك يفيدني انه انطي للمريض سيبليمنتر اكسجين انطي اكسجين وكذلك يعني في حالات اللي قلنا عنها stage stage D اللي هي refractory اللي هي شقد ما انطيع علاج ما دي في دبيا آخر شي هو لازم أسوي له heart transplantation يعني زراعة مع القلب هو آخر حال عندنا بالنسبة لطبيب الأسنان شلون يتعامل مع المراجع اللي عنده فشل القلب وهنا هذا جزء من المحاضرة هو أهم جزء في هذا الليكتشر الدينتل مانجمنت يقول انو the risk of treating a patient with symptomatic heart failure is that symptoms could abruptly worsen يعني شن الخطورة في انو انا اعالج مراجع عند فشل القلب في عيادة الأسنان الخطر هو انو هاي العراض مالتا من فشل القلب ممكن تزداد سوءا خلال العلاج مع الأسنان وش تنطيني تنطيني المضاعفات اللي هي شنو acute failure فشل حاد تنطيني الارثمية اضطراب في الاخطيط مع القلب stroke جلطة دماغية او myocardial infarction او جلطة قلبية فممكن اي واحد من هذين المضاعفات تصير خلال شغل الأسنان هان شنو يترتب علي اسوي اتعرف على البيشنت اللي عنده فشل القلب شلون عن طريق الهيستري عن طريق الهيستري التاريخ المرضي مالته فاعرف هل هذا الشخص undiagnosed heart failure شلون من الأعراض مالته او هو معرب prone to developing heart failure يعني شنو prone يعني عنده risk factors معرب لانه يصير عنده فشل قلب إذن هي أول خطوة first step in risk assessment في حساب الخطورة فإذن أهم شي هو اللي هو أول خطوة يسويها طبيب الأسنان لمن يجي مراجع including a pertinent review of symptoms فإذن أشوف يعني أفحص الأجهزة الأجهزة الجسمية بشكل عام وأهم شي أقيس measuring and evaluating the vital signs العلامات الحيوية body temperature حرارة الجسم pulse اللي هو سرعة النبض كذلك blood pressure ضغط الدم وكذلك respiratory rate اللي هو سرعة التنفس بس أن أعرف أنه عنده اللي عنده فشل قلب شنو عنده عنده blood pressure عالي عنده heart rate غير منتظم وال respiratory rate غير منتظم فمن هاي العلامات الحيوية أقدر أتعرف على المريض اللي عنده فشل قلب for patients with symptoms of untreated or uncontrolled heart failure يعني إذا هذا الشخص عنده أعراض ولكن هو عنده فشل قلب يعرف أنه عنده فشل قلب ولكن هو غير خاضع العلاج أو خاضع العلاج ولكن غير ملتزم بالعلاج فأني كل شيء elective كل شيء اختياري مثلاً علاجات تجميلية ممنوع أشتغله وأودي على الطبيب أخذ استشارة الطبيب إذا كان دياغنوز مشخص and treated وخضع العلاج لازم شنو أسوي أسوي confirm status أدزه على الطبيب مالته وأخذ منه استشارة أخذ منه أنه موافقة على أنه أقدر أشتغله كذلك لازم أسوي ويا identification of underlying cardiovascular diseases لأنه ممكن هذا الشخص اللي عنده heart failure السبب من heart failure يكون سبب أو مرض آخر في الدورة الدموية فأنا لازم أتعرف على ذلك المرض لأنه ممكن ذلك المرض يأثر على شغلي أكثر من الheart failure النفس ممكن يكون coronary artery disease يلي هو أمراض الشرير للتاجي ممكن يكون hypertension اعتفاع ضغط cardiomyopathy اعتلالات في العضلة من القلب أو valvular disease أو أمراض في الصمامات وأعالج هذا المرض اتباعا يعني التعامل مع الheart failure واحد يختلف عن التعامل مع heart failure ويا مرض آخر زين هس نعرف شنو فائدة التقسيم ال nyha بالنسبة للكلاس 1 اللي هو قلنا ما عنده أعراض عنده فقط العوامل الخطورة أقدر أشتغله طبيعي الكلاس 1 اللي قلنا هو ما عنده أعراض أشتغله روتين كير يعني حتى بعد استشارة الطبيب طبعا أشتغله الالكتف أشتغله الشغلات التجميلية الشغلات الاختيارية للكلاس 2 وبعض للكلاس 3 أذكر الآن الشرحة السويلة تحت يا تخدير تحت يا تركيز ما لأدرنالين يعني التفاصيل أنطيها للطبيب على مود هو يحسب ويقدر المخاطر وعندي بعض للكلاس 3 ولكلاس 4 لازم أخذ إذن الطبيب وعالج وعالجة وين عالجة فقط داخل المستشفى ما يصر عالجة في عيادة خاصة لأن لازم يعني أكون على استعداد إذا صار عندي أي مضاعفات منسبة للأدوية drug considerations for patients taking digitalis digitalis يقول هو نفس الداجوكسن اللي قلنا يأخذ المريض أبو فشل القلب وفق أبو l-atrial fibrillation هنا أنا 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 لازم أبتعد عن الأدرنالين أبتعد عنه وإذا مضطر أستخدمه يعني عندي فد فد عملية طويلة أستعمل أقصى شي 0.063 من الأدرنالين أو 0.2 levonordifreen يلي هو يلي هو أقصى شي ثنين cartridges كربولتين فقط بتركيز تركيز 1 إلى 100 ألف للأدرنالين ونسبة لل levonordifreen 1 إلى 20 ألف فإذا أقصى شي ثنين ولازم لازم استخدم ال-aspirating syringe على مواد أسحب بعدما حقنت وأشوف إذا عندي دم ثمانه أنا داخل بـ blood vessel فعلى مواد أبتعد عن intra-vascular injections على مواد ما أدخل بـ blood vessels وأنتي كميات كبيرة من الأدرنالين داخل blood vessels ويصير عندي hypertension كذلك لازم أبتعد عن gag reflex اللي هو أي شيء ممكن يلعب نفس المريض خاصة أنا من من أشتغل بحلق المريض إذا أتقرب من اللهات أو من الجزء الخالفي ما للفم هي تلعب نفس المريض كذلك أبتعد عن إعطاء أو وصف الأدوية اللي هي الإيرثروميسن والكلايرثروميسن اللي هي مضادات حيوية أنت الداخل مع هضم الديجيتاليس الديجوكسن وتزيد التركيز مالتا داخل الجسم وبالتالي تزيد السمية مالتا فإذا نحن تزيد التركيز مال هذا الدواء وتزيد السمية مالتا وبالتالي الني ه كلاس ثري وفور اللي عندهم congestive هارد فييلر أبتعد عن استخدام البيزو وإذا مضطر لازم أخذ إذن الطبيب فإذن لازم لازم أخذ إذن الطبيب منسبة للتركيشن كورد أبتعد عن اللي بي أدرنالين أخذ البلين أفضل المواعيد مالت لازم تكون قصيرة وبعيدة عن أي توتر العلاج لازم تكون في البيئة هادئة التشير مالت لازم تكون عدل أو سيميسوبان لأن قلنا أنه عندي بعض البايشنت إذا نام يصد عنده أورثوكنية أو ديزنيا وأبتعد عن الأورثوستاتيك هايبوتينشن لأن هذا المريض عنده اضطراب في الدمر الدموية فمو بعيد أن يصد عنده هبوط بالضغط إذا قعد بسرعة أو قاموا بسرعة شرحناها قبل كذلك أفويد ديوس أوف نانستيروضل انتيفراماتري درقز يلي هو الانس ايدز مثلا المسكينات عندي التايلانول البانادول هذة الأدوية يعني رح تزيد لي كمية الدم اللي هتقل الكمية الدم اللي توصل إلى الكلة وبالتالي تزيد حجم الدم يعني هتقل الفلترة الدم فبالتالي رح يزيد عندي حجم الدم يزيد ضغط الدم وبالتالي هتزيد عندي سوء أعراض فشل القلب أنا لازم إذا هذا المريض يأخذ ديجيتالس يأخذ ديجوكسن لازم أقول إنه ينطيني خبر إذا صار عنده أي واحدة من هذين العراض إذا صار عنده تكيكاديا حاس أنه عنده نبضات سريعة إذا صار عنده هايبر ساليفيشن إذا حاس أنه عنده إفراز أو أنا يعني من دع عالجة أشوف أنه عنده إفراز كثير أو غزير للعاب هايبر ساليفيشن أو إذا صار عنده الطراب بالرؤية صار عنده visual disturbances مثل يعني مثلوها بهاي اللوحة الشهيرة ما الفانغو يلي هي الستاري نايت أتصور اسمها يصير يشوف أي جسم أصفر يصير حول هذا الجسم هالة هالة صفراء فهي شي يصير عنده الأشخاص visual disturbances وإذا صار عندي هاي العراض ما تسمي بالديجيتاليس بالداجوكسن أتوقف عن شغل الأسنان ودزة قبل للطبيب كذلك يستفاد المريض أنه أنطي نايترس أوكسايد أو ويا أكسجين سيديشن يعني هو التخدير الصاحي يعني هو المريض الصاحي يسموه كونشس سيديشن أو التخدير الصاحي هو المريض الصاحي وأنطيه هو مخدر على شكل مهدئ فقط يهدئ ويخفف من توتر مع البيشن ولكن كمية الأكسجين اللي لازم أنطيها ويا النايترس أوكسايد أقل شي 30% على مد أمنع اختناق الأسجة هو أصلا لمريض عنده ضعف في النشاط الوظيفة مع القلب وعلى مد أخفف من اختناق الأسجة الهايبوكسيا قلة الأكسجين في الأسجة أنطي أقل شي تركيز 30% من الأكسجين يعني حتى لو الطبيب يمصنف على أساسا أنه كلاس 1 ما يصير أستخف بالحالة وأقول أنه والله هذه حالة سهلة يعني ممكن هذا الشخص هذا الشخص عنده يتحول إلى تظهر علي الأعراض ويصنع عندي مضاعفات خلال الشغل مع الأسنان من نسبة للأعراض التي تظهر على التجريف الفم مضاعفات لا أكثر فشل القلب ويصنع ما هو لدي علاقة مباشرة ما بين فشل القلب وما بين العلامات التي تظهر على الورال كافتي ولكن اكو بعض الادوية اللي ممكن تكون سببها الى الاعراض مثلا عندي يصير عندي دراي ماوث جفاف بالفم نتيجة الديوريتكس المدررات او نتيجة الفيزو ديوليترز فاذا ممكن اي واحد من هذني الادوية يسبب لي جفاف بالفم ممكن يصير عندي حالة تسمى انجيو ادماء اللي هو تورم في منطقة الوجه هنا انا ممكن يصير باللب بالشفاه بالفيس بالوجه بشكل عام او بالتنغ اذا صارت بالتنغ تكون خطرة لان ممكن التنغ يرجع لي ورا يسد لي المجال التنفسية ويسبب لي اختناق فهي الحالة ممكن تكون تهدد حياة المائب وكذلك ممكن يصنع عندها اضافة للانجيو ديما تغيرات في التذوق وكذلك بيرنينج ماوف يصنع عنده الشخص يعني علامات احتراق او احساس بحرقة داخل الفم كل هذان يمنوا سببهن بسببهن الACE inhibitors منسبب لي انجيو ديما تيست تشينجز وكذلك بيرنينج ماوف بسبب الACE inhibitors ممكن الشخص يصنع عنده لايكينويد رياكشنز يعني شنو يعني علامات او ردة فعل لانسجة تشبه تشبه التحالب المسطحة هذي الACE شوكت اذا دايخوذ الشخص ACE inhibitors او دايخوذ بيتا بلوكرز اذا اذا ياخذ اي واحد من هذاني يظهر على البطانة من الفم هايشي شكل تشبه اللايكين بلاينس تشبه التحالب المسطحة كذلك اذا الشخص تيخذ ديجيتاليس شنو قلنا يصنع عنده حيبر ساليفيشن اذا صار عنده توكسيسيتي سمية او ممكن يصنع عنده جاكريفلكس لان هو ديجيتاليس يزيد الجاكريفلكس يزيد يعني يلعبوان النفس عند البيشن خاصة مثل ما قلنا انه اذا نشتغل بالمنطقة الخلفية قرب اللاهات وكذلك يصنع عنده لوبوس لايك ليجينس وكذلك لينف ادينوباثي يعني تضخم في الاغدودة اللينفاؤوية ويصنع عنده اعراض تشبه اعراض اللوبوس اريثماتوسس اللي هو هذا المرض يصنع عنده احمرار او الاتهاب مرض مناعي يصنع عنده شخص التهاب باي منطقة اتطخها الشمس باي منطقة يصنع عليها شمس تكون مراضة للشمس تكون اكثر منطقة يصنع بها التهاب وتجمع الاخلال المناعية ويصنع عندي احمرار وكذلك في الفام يصنع عندي احمرار منتشر في البطانة المخاطية مع الفام هذا من سببهم يسببهم الموسعات من لوعي الدموية وفي امان الله